أنا مطلب الأول والأخير أنه يعالجوني بعدين بديش يصير في إيدي زي ما صار في إجري لأنه أنا زلمي بدي بس أتعالج غير هيك ما بدي ما بدي حدا يحن علي ناهد عوض باللوت مواطن أردني يقطع جسده القطعة تلو الأخرى بعد أن ابتلاه الله بمرض السكر والفشل الكلوي منذ عام 2018 ما تسبب ببتر كلتا قدمه ليصل الأمر إلى يديه مهددا ببترهما كذلك ليجد نفسه بلا حيلة ولا حلول مطروحة ليستبدل الأطباء حلولهم بالمسكنات التي لا تغني ولا تشفي من مرض أنا هنا أشهد الله أول شي ثم الملك ثم الأمير مرعد إنه مشوفه في حالتي أنا زلمي تقطع نجري وقلنا ليس مش مشكلة كمان يذقطان يديه حرام أنا الدكاترة عرفت عليها بعطينا مواعيد شهر وشهرين هذا حرام بعدين أنا عايش على المسكنات والمسكنات سوت لي عرفت عليها شغلات يعني شغلات كثيرة وجسمي بطل جسمي يستوي بالمسكنات أنا بدي يعجولي إيدي بس بدي يعجولي إيدي غير إيدي ما بدي يعجولي مش طالبين لا عرفت لي صدقاء ولا طالبين أي إش أنا بدي يعجولي إيدي إيدي تطلع لهم إيدي من الوجع ما بنامي الليل ما بنامي بقري دي قطعن إيدي يا رفت أسير قل أبني بالله طعميني نويني هاللقمة أنا زلمي بغسل كله بقيت أقود على الجلسة أرفت لي أربع ساعات هسا حاليا ما بقدر أكمل الجلسة طبعا هذا غلط لأن السموم بعدها بتظلها موجودة وإذا بتظلها موجودة أرفتها يتأثر عليك شغلات جانبية كمان بقيت أقصر أربع ساعات هالساعة بقصرش لغير ساعتين ساعة ونص بقول لهم فكوني عن الجهاز طبعا هذا قليته من وراء إيش إيدي واللي حبوب اللي بأخذها اللي هي المسكنة بتتعبني بقدرش التسكير صار في أصباي اللي هو الإبهام دخلت غرفة العمليات عرفت علي أوش دخلت يعني دكتور عظام حولونا عظام بعدين قل لي إليك عملية بدنا نكشط لك إصباعك قشط الإصباعي طبعا لا نتيجة لما قشط الإصباعي رفت علي إلى نتيجة بعدين حولنا على دكتور بقولوله الدكتور آلام اللي بعطيك إيش مسكنات ودوني رحنا إلى دكتور الآلام تبع المسكنات صار يعطيني كل شهر أترمان وأنا المسكنات ذبحتني وأملت عملية رفت علي قصطرة اللي هي بتفتيح شريين وألفاظه ناهد ناهد يطالب وزارة الصحة يطالب فقط بمعالجته وإنقاذ يديه من البتر فقط بعيدا عن أي فقر أو مطلب مالي فالصحة هي الغال النفيس لكل إنسان